اشتركوا في القناة هذا ما سنتعرف عليه في هذه الحلقة من برنامج عالم الزاجل بعد الفاصل في بداية مشوارنا في تربية حمام السباق نقوم بعدة اخطاء لا ندري اهمية هذه الاخطاء الا بعد انقضاء موسم السباقات فهواية تربية حمام السباق جميلة ورائعة وتستحق منا العناء والتضحية من اجل موسم رياضي حافل بالانجازات لذلك يجب علينا الانتباه لهذه الاخطاء الست التي تجعلنا اكتر حكمة في تربية حمام السباق واليوم سنتطرق الى خطأين يرتكبهم الهاوي المبتدئ في هذا الجزء الاول من برنامج عالم الزاجل ويتعلق الامر بمسكن الحمام او اللفت الخطأ الاول لا يجب عليك بناء مسكن الحمام في عجلة لماذا؟ لانه لا يوجد مسكن حمام مثالي وحتى مربي الحمام المحترف يشعر دائما بتغيير اشياء داخل مسكن الحمام فبعد بناء مسكن الحمام وانقضاء موسم السباقات دون احراز نتائج نقوم بتغييره لانه لا يصلح للسباقات فهذا يعتبر امر خاطئ وليس بالامر الجيد لذلك لا يجب علينا بناء مسكن الحمام في عجلة والتفكير في عدة امور تخدم مصالح الحمام وخصوصا حمام الصباق اخي الهاوي قبل بناء مسكن الحمام يجب عليك الانتباه لهذه الاشياء اولا زيارة عدة مساكن الحمام وخصوصا الناجحة منها تانيا اتجاه وتموقع مسكن الحمام تالتا التهوية وهذه نقطة مهمة رابعا مدخل الحمام خامسا الصقف والارضية سادسا الصناطق كل هذه الاشياء تتحكم في بناء مسكن الحمام مثالي التفكير والتخطيط المحكم والناجح في بناء مسكن الحمام بالاضافة لوضع جميع اللمسات التي يحتاجها الحمام وخصوصا التهوية الضوء وأشعة الشمس تتيح لك بداية ناجحة في تربية الحمام الخطأ الثاني لا تبني مسكن الحمام في مكان ضيق وصغير لأن تربية حمام الصباق شيقة وممتعة وفي بداية مشوار الرياضي ستحتاج فقط لحمام قليل سواء في مسكن التكاثر أو الصباقات ولكن بعد مرور الوقت ستحتاج إلى مكان أكبر لأن مقارعة الهوات وحص النتائج ستجعلك في التفكير في بناء مسكن أكبر وبالتالي تمديد المسكن يحتاج إلى مساحة أكبر لذلك يجب عليك أخي الهوي التفكير في هذه النقطة قبل الشروع في بناء مسكن الحمام ففكرة أن الحمام طيور اجتماعية وتحتاج إلى مساحة أصغر هذا يعتبر أمر خاطئ لأن حمام الصباق يحتاج إلى مساحة ومسكن أكبر وخصوصا في فترة الصباقات لأن التهوية السليمة تلعب دورا مهما في حصد النتائج لذلك يجب عليك أخي الهوي أن لا تتصرع في بناء مسكن الحمام وزيارة عدة هوات وكذلك مساكن جيدة وناجحة في تربية حمام الصباق أتمنى إخواني هوات الحمام الزاجل أن تكون هذه الحلقة مفيدة وأن تستفيدوا من هذه المعلومات وخصوصا الإخوان المبتدئين في تربية حمام الصباق لأن مسكن الحمام يعتبر 50% في تربية حمام الصباق وأخيرا أود أن أشكر متتبعي قناة الزاجل المغربي الأوفية وكذلك جميع هوات الحمام الزاجل في الوطن العربي عامة وخاصة المغرب وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله في برنامج عالم الزاجل في أمان الله